تضيق معالم الحياة في بغداد فالنخل والأراضي التي كانت تشتهر بها العاصمة وتعد امتدادا لها تتقلص مساحتها يوما بعد آخر حركة كبيرة في البناء تشهدها بغداد وما حولها تحولت فيها البساتين والحضائق الخضراء إلى أبراج خرسانية متجاهلة ما تمر به البلاد من تغيير مناخي ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذه الطفرة العمرانية في بغداد جاءت نتيجة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية والتي ضيقت بشكل كبير على أموال الفساد والعملة الأجنبية التي كانت تهرب للخارج فاتجه هؤلاء لغسيل الأموال بمشاريع تسببت بارتفاع غير مسبوق بأسعار العقارات ففي بلد يعاني من ارتفاع كبير بنسب الفقر والبطالة يتراوح سعر المتر المربع في المجمعات الجديدة بين ألفين وثمانية آلاف دولار أو أكثر للمتر المربع الواحد وهو ما يؤكد أن الغاية من هذه المجمعات تجارية بحتة مع حرمان الشرائح الضعيفة من امتلاك منزل في بغداد على المستوى البيئي أطلق ناشطون ومختصون في البيئة تحذيرات مع توسع حركة البناء للطبقة السياسية والتي استبدلت بساتين وحدائق بغداد بحجارة صماء تتجاهل تغييرات المناخ الخطيرة والزلازل التي تهدد العراق ويؤكد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أنه تمت التضحية ببساتين وحدائق بغداد لصالح بناء غير منظم على مدى العقد الماضي ما قلل من المساحات الخضراء بأكثر من ثمانية وعشرين بالمئة والتي كانت تساعد في تخفيف درجات الحرارة في واحدة من أكثر مدن العالم سخونة ويضيف التقرير إلى أن بغداد تفتقد تدريجيا لرئتيها في ظل عمليات الإزالة غير القانونية التي تتم بموافقة السلطات تلك التي يشير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق إلى أنها شجعت على خسخصة الأراضي المملكة للدولة لبناء مراكز تسوق ومجمعات سكانية محاطة بأسوار ترسخ التفاوت الطبقي وتهدد ما تبقى من غطاء أخضر في العراق